سجل البحث الذي قامت به المنظمة الأمريكية لعلوم وأخبار المناخ غير الربحية حجم الاضطرابات المناخية المتوقع حدوثها مع تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد بعض مناطق العالم الأكثر اكتظاظاً بالسكان وحذرت الدراسة من أن مناطق يقطنها 300 مليون شخص في العالم قد تغرق مرة واحدة بحلول منتصف هذا القرن حتى لو تمكنت الحكومات من الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى تضرر حوالي 80 مليون شخص عبر العالم من هذه الكارثة المناخية وخاصة في الصين وبنجلاديش والهند وفيتنام لكن الدراسة الجديدة لفتت إلى احتمال مواجهة حوالي 237 مليون شخص ينتشرون في جميع أنحاء الصين وبنجلاديش والهند وفيتنام وأندونيسيا وتايلاند فيضانات سنوية بحلول منتصف القرن ما لم تؤسس حكوماتهم دفاعات بحرية كافية وذكرت أيضاً أن مناطق كبيرة من هولندا ولندن ونيويورك وميامي وتوكيو وأجزاء أخرى من العالم معرضة لنفس الخطر المناخي وقال الباحثون إنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي لتصحيح الأخطاء المنهجية في مجموعة البيانات السابقة التي تظهر بأن العديد من المناطق الساحلية الواقعة في ارتفاعات أعلى تبدو أكثر أماناً لكن سكانها في الواقع معرضون أكثر لخطر الفيضانات وحث الباحثون من خلال هذه الدراسة الجديدة الحكومات على الإسراع بإجراء مسح يمكنهم من معرفة طرق جديدة لوقف ارتفاع منسوب مياه البحار واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي سجلت ارتفاعاً قياسياً العام الماضي ترجمة نانسي قنقر